أستاذة منال من المنوفية أيها فن تفضل يا فن حضرتك أنا متجاوزة ببيت عيلة طي وحضرتك جوزي توفى توفى له الحادث وكان معايا بنته منه والوقت حماية وحماتي ماتوا لسنين والأرض فيها مراس يعني ما بين الأرض والبيت وكل حاجة في إيد سلايفي هما الوقت يقولون البنت ملغاش حاجة هل سعلم ده صحيح يعني جوزي توفى قبل جوزي توفى قبل حماية طيب ملغاش حاجة من مراس حماكي أيها فن أنا عارف وعدين أنا سألت في الكلام ده فقالوا مفروض أنها بالوصية الواجباء أنها لها مراس فالدها نعم الوصية الواجباء ومش هين فيطلع أعلام الوراثة إلا بدا وبأعلام الوراثة يطلع فيه الوصية الواجباء هما الفندي مش عاملين إعلام وراثة ولا حاجة هما يعني عامدنا في الأريات يعني ما بيبقى فيه حاجة زي كده بيبقى يتورس الإبن الإبن يتورس الزوج كده يعني لا 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 ده ظلم ولا عزو بالله لا ما فيش الكلام ده لازم يبقى فيه أعلام وراثة اسمعي بس اسمعي حضرتك اسمعي بس حضرتك فيه حاجة اسمعي إعلام وراثة إعلام وراثة خلاص مستقر في الفتوى ومستقر في القضاء إن فيه حاجة اسمعي وصية واجبة الوصية الواجبة دي توصية لفرع الفرع الذي توفى في حياتي وفي حياة المورث وهذه سمية وصية واجبة لبالغ شفقة الأصل ده بهذا بفرع الفرع فإذا المسألة دي خلاص أصبحت مستقرة في الفتوى بعض الناس لما يحصل لهم إنهم يكون لهم الحق إيه اللي حاصل يأتوا إليه مزعنين وإذا ما حصل لهم مش يقولوا لا والله دهوة مش موجود في معرفش خلاص حكم الحاكم بيرفع النزاع بدل استقرر ده في القضاء وفي الفتوى خلاص مش من حقهم إنهم يقولوا لا ده مش موجود وكده بيفتاتوا على الإمام وكده بيأكلوا أموال الناس بالباطر زي ما نص الإمام القرافي في كتابه الإحكام على إن خلاص لما أصبح هذا قانونا ونص عليه قضاء وتشريع المسلمين في هذه الدولة خلاص مش من حقه إنه يرفض وخلاص خلاص خلاص رفع النزاع هذا الكلام رفع النزاع فهو مش من حقه يقول له الله ما فيش وصية واجبه مش من حق خلاص انتهت المسألة وإذلك مش من حقه إنه يتلاعب بده هو لو كان هو بقى إنه كان هو ده الشخص ده البنت أو كان ده الشخص الابن الابن يعني الحفيد لو كان هو الحفيد كان يقوم الدنيا ما يعادهاش إزاي الناس دي بتمنع المراس آه ده 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 منع للناس حقهم وأكل الأموال للناس بالباطل فلازم الكلام ده نرجع فيه ويتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم ولا يؤذوا يؤذوا الناس في أموالهم ولا يأكلوا أموالهم بالباطل ويتذكروا حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعا فيتقوا الله سبحانه وتعالى شكرا